بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دروس ترحب بكم عزاء المشاهدين وتقدم لكم درسا بعنوان القياس للصف الأول ثانوي لمادة الفيزياء أعد لنا هذا الدرس الأستاذ محمد العامري ويقدمه لكم الأستاذ عمار حجار أهداف درسنا لهذا اليوم بإذن الله هي التمييز بين الدقة والضبط وتوضيح النظام الدولي للوحدات وأيضا تحديد دقة الكميات المراد قياسة هذه أهداف درسنا ثلاثة أهداف بإذن الله تبارك وتعالى ترون في الصورة أمامكم بعض الأدوات هذه الأداء الأولى وهذه الأداء الثانية من يحدد لي استخدامات هذه الأدوات فيما تستخدم هذه الأدوات إذن هذه الأداء الأولى وهذه الأداء الثانية فيما نستخدم هذه الأدوات أدوات نبدأ بالأداء التي على اليمين هذه الأداء فيما نستخدم هذه الأداء لو تذكرتم ستجدون أنكم رأيتموها في يوم من الأيام في المستشفى ومع الطبيب إذن نستخدم هذه الأداء هذه الأداء الأولى نستخدمها في أحسنتم في سماع دقات القلب ممتاز أما هذه الأداء الثانية فإننا نستخدمها في قياس ضغط الدم للإنسان أما هذه الأداء وكلنا نعرفها اللي هي الساعة فإننا نستخدمها في معرفة الوقت وتحديد تحديد أيضا تحديد الوقت إذن هذه الأداتين نستخدمها في استخدامات معينة استخداماتها تكون في استخدامات معينة لا يمكننا أن أستخدم الساعة في معرفة ضغط دم الإنسان إذن ضغط دم الإنسان يحتاج إلى الأداء المناسبة التي أستخدمها فيه حسنا عندما نشتري جهازا جديدا جهاز لابتوب أو جهاز كمبيوتر فإننا غالبا ما نبحث عن الجهاز الأكفأ والذي يخدم استعمالاتنا طيب ما دلالة هذه الرموز الموجودة أمامكم في هذا الإعلان إذن هذا الرمز الأول والرمز الثاني وهذا الرمز الثالث على ماذا تدل هذه هذه الرموز طبعا لو فكرنا قليلا سنجد أن الرمز الأول يدل على المعالج المعالج المستخدم المستخدم في هذا في هذا الكمبيوتر إذن هذا للمعالج وهذا للذاكرة الذاكرة العشوائية نسميه الرام وأخيرا الرمز الأخير دلالة على القرص القرص الصلب القرص الصلب غالما عندما نشتري جهازا جديدا فإننا نقارن بين هذه الثلاثة أشياء في البداية ننظر إلى المعالج ونعمل مقارنة بين الأجهزة الموجودة أمامنا وأيضا في الرام أو الذاكرة العشوائية ونرى أيهما أو أي هذه الأجهزة أفضل بالنسبة لي أنا كمستخدم وأخيرا القرص الصلب أيضا أعمل مقارنة بين الأجهزة الموجودة عندي وأشوف أنا احتياجاتي ثم أختار أختار الجهاز إذن إذن أستخدم دائما ما يسمى بي المقارنة بين الأجهزة المقارنة بين الأجهزة بهذه الرموز الموجودة على أغلب أجهزة الكمبيوتر حسنا كيف أقيس كمية مجهولة مثلا أمامكم هذه الفواكه كيف يمكنني قياسها كيف يمكنني قياس هذه الفواكه الآن هذه الفواكه عبارة عن كمية مجهولة أنا لا أعرف مقدارها صح ولا لا إذن عشان أعرف كمية أو أعرف أقيس هذه الفواكه الموجودة أمامي أستخدم القياس يجب أن أقيسها والقياس هو عبارة عن مقارنة كمية مجهولة مثل هذه الفواكه بأخرى معيارية بأخرى معيارية معيارية يعني معروفة سبق لنا معايرتها لو أخذنا مثالا الميزان ذو الكفتين تعرفون ميزان القديم ذو الكفتين في الكفة الأولى أضع الثقل والثقل معروفة كتلة وفي الكفة الأخرى أضع الكمية المجهولة ثم أستخدم المقارنة بين الكفتين بين الكفة الأولى والكفة الثانية أيهما أثقل كده أنا بأقيس كده أنا بأقيس الكمية المجهولة كمية مجهولة بأخرى معيارية اللي هي الثقل الموجود في الكفة الأولى طبعا الآن نستخدم الميزان الإلكتروني الذي يقوم تقريبا بنفس العمل أو نقول أيضا أنه يقوم بعمل أدق من الميزان الميزان القديم إذن بشكل عام القياس القياس وأهمية القياس هو أنه يحول المشاهدات التي أمامنا هذه الآن مشاهدات هذا عندي عنب هنا وعند فرولة يحول هذه المشاهدات إلى مقادير كمية يمكن التعبير عنها بالأرقام لاحظوا هذه الكمية المجهولة أنا الآن أستطيع أن أعبر عنها بهذا الرقم وهو أربعة وخمسين وهو كتلة هذه الفواكه إذن هذه هي أهمية هذه هي أهمية القياس سوف نشوف مع بعض هذا السؤال أكمل الفراغ بما يناسبه يحول المشاهدات إلى مقادير كمية يمكن التعبير عنها بالأرقام بالأرقام هذه هي أهمية هذه هي أهمية القياس إذن يحول المشاهدات إلى مقادير كمية يمكن التعبير عنها بالأرقام النظام الدولي للوحدات فيما سبق كان العلماء في الدول يقومون بالتجارب العلمية ويعتمدون على مقاييس تكون معتبرة لهم في بلادهم فمثلا الإنجليز مثلا كانوا يستخدمون كانوا يستخدمون القدم بينما اليابانيين كانوا يستخدمون المتر أما الأمريكان فكانوا يستخدمون في قياس الطول الميل ولا زالوا إلى الآن طيب هذا الاختلاف بين الدول سيسبب مشاكل كثير في النتائج التي نحصل عليها بعد التجارب العلمية إذن أنا عندما أريد أن أحاول الاستفادة من تجارب من سبقني في هذا المجال سأضطر إلى التعديل لكي تتناسب مع ما أنا عليه يعني لو أنا مثلا أستخدم المتر وأخذ تجارب الأمريكان التي يستخدمون الميل فإن التجارب ستكون مختلفة تماما إذن سأضطر إلى سأضطر إلى تحويل نتائجهم ومن ثم الاعتماد عليها لذلك كان ولابد للعلماء من الاتفاق على مقياس موحد بينهم وأطلقوا عليه النظام الدولي للوحدات وهو عبارة عن وحدات قياس معيارية متفق عليها لتعميم النتائج بشكل يفهمه الناس كلهم يعني الآن بعدما اتفق جميع العلماء على استخدام النظام الدولي للوحدات إذن الآن العلماء كلهم في كل الدول يستخدمون المتر لقياس الطول ويستخدمون الكيلوغرام لقياس الكتلة وغيرها لا يوجد الآن أي عالم يستخدم نظام غير النظام الدولي للوحدات طبعا الفائدة منه كما ذكرت سابقا أنا الآن بإمكاني أن أحصل على نتائجهم وأعمل عليها وأطورها مباشرة من دون التعديل من دون التعديل عليها أنواع الكميات في النظام الدولي عندي نوعين نوعين أساسية اللي هو الكميات الأساسية والكميات المشتقة إذن الكميات في النظام الدولي أثنين الكميات الأساسية وهي كميات حددت وحدتها بالقياس المباشر حددت وحدتها بالقياس المباشر قسناها مباشرة تعرفنا عليها مباشرة مثل المسافة نقيسها دائما بالمتر والزمن نقيسه بالثانية أيضا الكتلة نقيسها بالكيلو الكيلو جرام أيضا أيضا كمية المادة أحسنتم أحسنتم كمية المادة نقيسها بالمول إذن هذه هي كميات أساسية نحن وضعناها ونقيسها مباشرة ماذا عن الكميات المشتقة الكميات المشتقة هي كميات اشتقت وحدتها من الوحدات الأساسية إذن نلاحظ مع بعض السرعة السرعة وحدتها مشتقة من الكميات الأساسية اللي هي إيش المتر وال الثانية أحسنت إذن السرعة متر لكل ثانية الوحدة لو ركزنا فيها سنجد أنها مشتقة من الوحدات الوحدات الأساسية ممتازين أحسنتم ممتاز تحليل الوحدات تحليل الوحدات تحليل الوحدات الأساسية الأساسية من الوحدات الأساسية التي ينقيس فيها الكتلة طيب لو دققنا النظر في الكيلو جرام سنجد أنه ينقسم إلى قسمين الكي والجي الجي للجرام والكي للكيلو إذن الوحدة هي في الأساس الجرام أما الكيلو فهو فهو اختصار ل اختصار لرمز أو اختصار لرقم مقداره كم ألف أحسنتم دائما الكيلو حرف الكي واختصار لألف ما هو شرط ألف جرام لا الكي فقط الكي فقط هي الألف الكي فقط هي الألف فالآن لو أردنا أن نحول هذا الرقم 1.34 كيلو جرام إلى القرام إلى القرام والقرام أصغر أو أكبر من الكيلو جرام الشباب القرام هل هو أكبر أو أصغر من الكيلو جرام أصغر أحسنتم إذن الآن إذا أردت أن أحول رقم كبير إلى رقم أصغر فإنني أضرب في هذا المعامل في الكي أضرب في الكي الكي قيمتها ألف إذن 1.34 ضرب ألف هاي طلعيندي ألف وثلثمية وأربعين جرام لاحظوا الجرام الوحدة الأساسية موجودة لم تتغير ولم تتبدل ولم تتحرك الجرام هنا هي نفسها هي نفسها هنا اللهم إني ضربت هذا الرقم في في الرمز كي اللي هو ألف طبعا هذه البادئات عندي بادئات كثيرة جدا منها الام اللي هو الميغا وعندي أيضا الجيغا وعندي أيضا التيرا وكل واحدة من هذه البادئات لها رقم لها رقم نعم لها رقم معين طبعا ما يأتي بعده مثلا تيرا بايت تيرا بايت أنا أقيس البايت لكن التيرا تختصر لي أنه هناك رقم كبير جدا يعني مثلا بإمكاني الآن أن أقول كي ريال يعني ألف ريال الكي هذي زي ما قلنا إنها ألف فيتكي أضعها مع الجرام أضعها مع المتر اللي هو كيلو متر أضعها مثلا مع الريال الكي هذي توضع مع كل شيء لكن يجب أن يكون من مضاعفات الألف ألف أضع حرف الكي غمتن خلنشوف بعض بعض التحويلات أكمل الفراغ بما يناسبه A عندي ألف متر كم تساوي بالكيلو متر بداية بداية الألف متر وعندي أريد أن أحولها إلى الكيلو إلى الكيلو متر أيهما أكبر المتر ولا الكيلو متر يا شباب أيهما أكبر المتر أو الكيلو متر الكيلو متر أكبر أحسنتم إذن عندما أحول من صغير إلى كبير فإنني دائما أقوم بالقسمة فإنني دائما أقوم بالقسمة إذن الآن نقوم بعملية القسمة أقسم على كم عند هنا الرمز هذا الرمز هو رمز الكيلو والكيلو يساوي كم قلنا الكيلو كم يساوي يساوي ألف إذن أقسم أنا الآن على نعم أقسم الآن على ألف فتصبح عند النتيجة ألف قسمة ألف كون النتيجة تساوي واحد أحسنتم واحد كيلو واحد كيلو متر طيب نشوف الفقرة الثانية 3600S ما هي الـS الـS إيش هي هذه الـS هي الثانية طيب الآن أريد أن أحول من ثانية إلى ساعة من صغير إلى كبير فإني أقسم فإني أقوم بعملية القسمة كما فعلنا ها هنا إذن أقسم طيب نقسم على كم هذا هو السؤال الآن نقسم على كم الساعة كم فيها من دقيقة الساعة كم فيها من دقيقة أحسنتم فيها 60 فيها 60 دقيقة طيب والدقيقة فيها كم ثانية أيضا 60 ثانية الآن أنا أقسم على كما ترون 60 ضرب 60 الـ60 الأولى للتحويل من ساعة إلى دقيقة والـ60 الثانية من دقيقة إلى إلى ثانية ف رح اطلع نتيجة هذا التحويل كم ساعة إذن 3600 قسمة 60 ضرب 60 يكون عندي يساوي أيضا ساعة ساعة واحدة أحسنت يا صالح ممتاز دقيقة القياس الآن أمامي لو تشاهدون أمامي أربع مصاطر هذه المصطر الأولى الثانية الثالثة الرابعة إذا أردنا قياس طول ورقة شجر فأي مصطر من هذه المصاطر نستخدم هاي شباب أي مصطر من هذه المصاطر نستخدم قد تقولون أن جميعها تنفع صح أو لا طيب أي هذه المصاطر سيعطيك قراءة أدق هاي شباب هل المصطر الأولى الثانية الثالثة أو الرابعة أيهم سيعطيك قراءة أدق ولماذا أحسنت يا صالح صالح يقول هذه المصطرة الثانية لماذا يا صالح اخترت هذه المصطرة الثانية لماذا اخترت هذه المصطرة الثانية لاحظ دقيق فيها اش رأيك في المسافات في المسافات بين المقاييس المسافات اش فيها المسافات صغيرة صح ولا لا كلما صغرت المسافة بين هذه المقاييس نعم فإنها تعطيني قراءة أدق لاحظ لو جينا نقارن بين المصطرتين هذه المصطرتين لو جينا نقارن بينهم نلاحظ عند هذا عند رقم خمسة تمام واللي بعد عند الرقم 6 يعطيني قراءة واحدة بينما المسطرة الصغيرة يعطيني ثلاث شرطات ثلاث قراءات بإمكاني إذن باستخدام المسطرة الثانية الحصول على قراءة أدق لأنها مقسمة إلى أجزاء أكثر مقسمة إلى أجزاء أكثر أحسن طيب قيمة دقة القياس اختر إجابة الصحيحة قيمة دقة القياس تساوي ربع نصف خمس ثلاثة أربع قيمة أصغر تدريج في أداة القياس ما رأيكم قيمة دقة القياس تساوي ربع نصف خمس ثلاثة أربع تدريج أو ثلاثة أربع قيمة أصغر تدريج في دقة القياس طيب عندما أريد قياس أي شيء ويكون الأداة التي أقيس فيها غير غير مقسمة بشكل كافي فإنه دائما دائما ما تكون قراءتي قريبة من المنتصف دائما ما أقرأ أحسنتي أيما دائما ما أقرب أقرأ المنتصف يعني مثلا لو كانت عند القراءة بين الواحد والاثنين فإني دائما ما أقول واحد ونصف دائما ما أقول واحد ونصف فقيمة دقة القياس تساوي دائما نصف قيمة أصغر تدريج في أداة القياس أحسنتي دقة الضبط هي اتفاق نتائج القياس مع القيمة المقبولة في القياس الآن هذا ميزان أمامكم تشوفونه وأيضا هذا وزن موجود على الميزان هذا الوزن عندما خرج من المصنع لما نصنعه في المصنع كتبوا لنا عليه من الخارج أنه وزنه 200 جرام وزنه 200 جرام طيب كيف أنا أتأكد من أنه 200 جرام يجب أن أحصل على قراءة 200 جرام إذا وضعت على الميزان صح أو لا إذن هي اتفاق نتائج القياس مع القيمة المقبولة في القياس الآن أنا عندما وضعت على الميزان تحصلت على قراءة مقدارها 200 200 جرام أحسنت اختر إجابة صحيحة من احتياطات ضبط قراءة التدريج أن يكون مستوى النظر موازيا عموديا مساويا مائلا عن مستوى التدريج لاحظ هذه مصر الآن لو جيت أخذ القراءة ما هو أفضل مكان أخذ فيه القراءة هل هو في هذا المكان ولا عمودي ولا من المكان الثالث لاحظ عند كل مكان يعطيني قراءة مختلفة في كل مكان يعطيني قراءة مختلفة لكن الأفضل الأفضل دائما أن أأخذ القراءة عموديا أن أأخذ القراءة أحسنتم عموديا إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة هي الإجابة بي بارك الله فيكم هذا ملخص درسنا لهذا اليوم وهذه أيضا مراجع درسنا لليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر